بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة والرحمة العالمين ذكر عظيم جدا علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسنده لنا جاهله كثير من الناس واستخفى به كثير من الناس ولا يقولونه ومعنى له مناقب عظيمة جدا في تجديد الحسنات الرضا بالقدر والقضاء وإبدالك المصيبة المصيبة أفضل وأفضل بأصد بعاطية ومنحة أفضل من الذي فقدتها دعاء الاسترجاع دعاء الاسترجاع له وذكر الاسترجاع له ثواب عظيم جدا وله فضل عظيم في الدنيا والآخرة أقول حضرتكم المناقب سلاسة مناقب عظيمة في دعاء الاسترجاع الرسول على السلام عندما مات مات أبو سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة رضي الله عنها أحد أممات المؤمنين العظام فقال رسول صلى الله عليه وسلم قولي إنا لله وإنا الله راجعون ثلاثة مرات اللهم أرجوني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقلت فقلت كما علمني الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قلت في نفسي من أفضل من أبي سلمة رجل مات شهيدا في غزوة بدر والذين شاهدوا بدرا أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بعد الأنبياء فمن هو يكون يعني أليس سيأتيني أفضل فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يترك بابها يطلب يدها وهي تتمنع وتتدلل عاي ستين أم سلمة تتدلل على رسول صلى الله عليه وسلم تقول له تقول له أنا امرأة كبيرة فقال لها لأنها خافت لأنه بعد الزواج يعني ويلا بتكون كبيرة الحقيقة في السلسينات فقال لها أصابني ما أصابك قالت له أنا امرأة ذات عيال قال لها عيالي عيالك عيالي عيالك قالت له رسول الله أنا امرأة غيورة يعني عندي عندي شيء غيرة شديدة أخاف أن أوذيك أوذيك بغيراتي فأهلك قال لها سأدع الله سبحانه وتعالى شوفوا المراقبة العظيمة للدعاء يعني 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 يرفع من قلبك الغيرة فدع الله سبحانه وتعالى ونسع الغيرة من قلبه مثلا فتزواجت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الزكر العظيم شوفوا في المسند الإمام أحمد شوفوا الحديث عظيم من قال من تذكر مسيبته وقال فقال فاسترجع وقال إن الله راجعون ثلاث مرات اللهم أرجوني فيه مصيباتي وأخلف لي خيرا منها جدد الله أو أحدث الله له ثوابا كالذي أخذه عند نزولي مصيبة حتى لو قلت عشر مرات في اليوم حتى لو قلت عشر مرات في اليوم حتى لو قلت عشر مرات عشان كده أنا ربما في يوم في بعض أيام أول عشر مرات كلما كلاست خليا بينك وبين ربك تذكر أن تذكر مصيبة قل قل إنا الله وإنا الراجعون الله مرجى إن صعبة الله مرجوني فيه Mack He عظيم على قدر المصيبة متعزيز فقدان مال ظلمت ظلمة من إنسان ومعنافت 청أك قلوا إنا الله وإنا يرجعون الله مرجى فيه مصيباته يخلف لي خيمة. لو انت كنت خدت ساعة النزول المصيبة دي اللي حتى حملتها وصبرت عليها. مليار حسنة تقب مليار حسنة. وانت قاعد بالجملة دي. شو ما الجملة دي. والعظمة من ذلك يوريثك الله سبحانه وتعالى. آآ الام والطممينة والسكينة والرضا عن هذه. آآ آآ علاج علاج قلبي. امراض القلوب زي ما قول ابن القيم. من امراض القلوب زي الحسد والحقت عدم الرضا بخضاء الله. كلنا نعلي. كلنا نقع في ذلك نقع في ذلك. بعض الانسان يسيبوا الانسان يعني يسيبوا الانسان سخط. سخط على قدر الله سبحانه وتعالى. طبعا انا عالج السخط ازاي. بالدعاء للسرجاع. لابتقول ان لله وان راجعون. ان لله وان راجعون. ان لله وان الله راجعون. اللهم ارجوني في مصيبات. في مصيبات يوقل فيه خير منها. لازم تشعر بسكينة وطمأنينة في نفسك وترضى. ومن رضي فله الرضا. ومن سخط سخط. فلاهو السخط. فلعوذ بالله. فهيكفي انك تترضى. ترضى بقضاء الله. فهيتك بتنظف قلبك بسبب الدعاء ده. يبقى قبلنا بعد كده ربنا يعوضك تاني وتالت. لا 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 يستغسر على الله سبحانه وتعالى. لانك جزء من جد سعامة لان يكون العبد اقرب من رب العالمين. هتعمالك تسترجع وتقول له يا ربنا انا بتاعك يا رب انا رجع لك. كل اللي تعمله في عطية انا قبله. انا متحمل بلائك حتى القاق سبحانه وتعالى. الله ما اجلني في مسئباتي يبقى دي الخي. يوم ربنا سبحانه وتعالى عوضك. يبقى لك هدية. في كل مرة لا يستغسر على الله سبحانه وتعالى. كل ما تسترجع ربنا سبحانه وتعالى يثيبك بالحسنات. يثيبك بالحسنات. ويثيبك من عوضك يعطيك عطية او ملحة بدل المسيب اللي راحب منه. وتنزل السكينة السكينة على قلبك وتشعب الرضا والتمأنينة فيزداد الايمان. فترضى عن رب العالمين هو كمان يرضى عنك. يبقى خلي الدعاء ده كلنا نعاني من مصائب وحوادث. وكلنا اذا جالس الواحد منا خاليا بينه وبين ربه. تتذكر مصيبته فشعر بالحزن. ايه اللاجه الحزن انا مش عارف انا استرجع. اول حيل انا اول طول اولنا لله و انا راجع. هتخسر ايه? جملة. ستحصل بها ربعات الولوف من حسنات او ربعا ملايين او رحاسة عن قدر المصيبة التي انت تتذكرتها. وربنا ورسك الرضا عن هذه المصيبة. تحس بأمن. علاج نفسي. علاج للقلب من السخط على قدر الله. وتبدأ تقول علاج للصحة. انسان لا يحزن. ده يأسعر صحته. فلما تنتظم الدورة الكيموية والمخ والمصائب. المصائب هي تقتل انسان. الفكر زل النسل على سيدة سليمان عدى على غراب او على. لا يقع من قصرة التفكير وقصرة الهم. خرره نبي الله. الهم والفكر. قال له لا بعمال بيرفع عائفة والشعر تسقط منه كما جاء في كتب حديثة. او كتب على الكتاب. فكلنا نعاني من المصائب. فالدعاء في الاسترجاع فيه علاج لكثير. يعني مرض القلوب يريسك الرضا. ويأتيك ثوابا عظيما من الحسنات. لان كل ما تقلت ما قلت كنا استرجعت عند مصيبة. اديك صواب الارديني كافس الصواب. ويعوضك الله صحر على تعالي بما هو افضل. ربما مرة واثنين وثلاثة. اكتب لكم المراقب دي تحت الفيديو. ويكفي ان سيدتنا او سلمة حازت وفازت بالرسول صلى الله سلم بهذا الدعاء. فيه اعظم من كده. وده يريك اعظم ادعاء الاسترجاع الذي يعني كثير من الناس لاسف شديد لا يقوله الا نادرا. حتى عند نصول مصيبة. لكن لا تعرف ان انت لو جددت. قلت كل يوم و جددت نيتك و جددت سواب. ربما سيجددك السواب. وديك السواب عظيم. لعوضك. وتنزل السكينة وعلى قلبك. اقول له قولي هذا. استغفر الله. لا تنسوش. تبعيني الجرس واشتراك في كناه لصلاككم كل جديد. تساعدوني عن رشي الصناة